هذا كل حديث وضعه بشر هدف الأول والأخير أن يبعد المسلمين عن كتاب الله قولا واحدا لا أشك في ذلك طرفة عين عرف طرفة العين أنا ما عنديش شك في كده يا أخي شوف الآية بص 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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تقدر أنت يا موفق وانت بتقول لي حديث بتدرس لي حديث تقدر تقول لي هذا الذي تلوته عليك الآن من أحاديث وشوف الكلمة معناها إيه هو الحق والله ما تقدر تقدر لا في عندي سؤال بالشات فضان يعني من يعمل مفقالة ذرة تخاذل هذا السؤال ما قلت له لا لا استنى بس لا استنى لا 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 ده بيبين لك عظمة المولى عز وجل في المكافأة لكن هل يكفيك أنت مثقال الظرة لدخول الجنة؟ هو قال يره فمن يعمل ده بيوريك كيفية عظمة إحصاء الله للعمل سواء خيرا أو شرا فمن يعمل مثقالة ذرة خيرا يره لكن مثقال الظرة يدخلك الجنة؟ ده بيبين لك عظمة حصر عملك بالخير أو بالشر لكن انت عايز ملايين في الحساب ربنا بحاسبنا على الظرة إن كانت خير أو شر ده بيبين لك إيه؟ أن انت ما تظلمتش ولا يظلم ربك أحدا أن انت لو عملت مثقال الظرة حتلاقيها في حيء البعيد يعني البعيد عمل مثقال الظرة خير والباقي كله شر هل مثقال الظرة؟ ولذلك انت عندك إيه في الآية دي؟ في الصورة دي فأما من سقلت موازينه لا مش في دي هي دي صورة إيه؟ الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزلها وأخرجت الأرض أسقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ها كمل كده؟ طيب ده الله يد مغي بتروح مني ساعات كده الآية الله يطيك العافية اللهم استجيب يا رب بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة كيرا يرى؟ أيوة يرى يرى يعمل مثقال ذرة شرا يرى لكن في فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة راضية هل مثقال الزرة يسقل الميزان؟ لا وأما من خفت موازينه فأمه هوية لكن مثقال الزرة مضروب في إيه؟ فإن ربنا بيحسي عليك كل حاجة بتاخد حقك لا ظلم اليوم مثقال الزرة اللي انت عملته موجود خير بس لو قدامه مثاقيل شر يبقى انت خفت موازينه فالآية مطلقة لتبيان عظمة أن الله لا يظلم أحدا مثقال الزرة الخير اللي انت عملته محصور لكن قدامه ايه بقى؟ انت عندك الآية دي خطيرة فأما من ثقلت موازينه هه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هوية وما أدرك ما هي نار حامية طيب وعندك وعندك في صورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خاسروا أنفسهم في جهنم خالدون خذ بالك أويا موفق الكلمة القرآنية الكلمة القرآنية قصة كاملة يعني لما تقول لي فمن يعمل مثقالة زرات خيرا يا أنا دي قصة كبيرة انت عملت مثقالة زرة واحد انت مثقالة زرة واحد هتلاقيه مكتوب وستكافأ عليه ان خيرا فخير وان شرا فشر لكن هل مسقالة زرة الخير ده يكفيك لتثقيل الميزان أو لثقة للميزان لا لا يكفي دكتور احنا عم نستفيد كتير يعني خاصة في الأمور هذه يعني الحديث اللي عم نعطيكها وإحنا ممكن نشوف ما فيه اشي وانت فعلا عم تجيب لنا أي قرآنية بتنتقد يعني الحديث هذا طيب في عندي كمان حديث من أخت مستمعة بدنا نشوف تحليلك إله إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن الكل يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابة هل الهديث ده إدى فرصة للرجل أن يتوب الصدق والكذب في كتاب الله ليس في حاجة إلى هذا الحديث الصدق والكذب في كتاب الله أنا ممكن يعني عشان تديني بس وقتي عايز الحلقة الجاية أوريك حصرهم إيه وكيف هذا الحديث يصادر على المخطئ فعله وما يدلوش فرصة للتوبة وإن القرآن كله بالصدق والكذب يديك فرصة حتى للكذاب يديك فرصة يا أخي ليس بعد كتاب الله كتاب ليس بعد آيات عايزنا تكلم معاك في الصدق والكذب الحلقة الجاية حافجؤكم مفاجأة لا تخطر على بالكم في هذا الأمر إن الصدق يهدي إلى الله يتسجل ها؟ ده سجل عندي ملاحظة الصدق والكذب آه ممكن أعمل هلك ممكن أعمل هلك الحلقة الجاية على طول زي حكاية المزمل والمدسل أنا ما عنديش مشكلة أنا كله بفضل الله كله عندي فيه بحوث بس أنا بتكلم هذا الحديث يغنيني عن الصدق والكذب في كتاب الله لا أنا خوف تتقول لي يغنيني ما في تفصيلات إله يعني نهائي آه يا راجل ده أنا بقول لك بس أنت تعال تعال نعملها كده حلقة أكون أنا أخذ بالك أنا راجع قبل الحلقة بنص ساعة والله أو ساعة الله رب فإديني وقت كده وأنا أوريك الصدق والكذب في كتاب الله عامل إزاي على أن هذا الكتب قولي يا حبيبي هذا موضوع مهم لأنه يعني معظم الناس هلا بتكذب ما أنا بقول لك هذا بيعرفه شو تكذب ما أنا بقول لك بس بس برضو واحد عماله يكذب زي ما أنت بتقول هل أصادر عليه التوبة لا طبعا لا يمكن وهذا الفرق بين كتاب الله وأي كتاب وأي كتاب يا راجل ده المنافق قدامه فرصة الكافر قدامه فرصة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن عادش المشرك عن شركه فيغفر له ما دون ذلك يعني كتاب الله تبارك وتعالى لا يقارن بأي كتاب مع احترامي اللي ببعته الأسئلة طبعا أنا عايز الأسئلة دي ومن حقهم أن يسألوها بس إياك ثم إياك أن يتصرب إليك أن هذا الحديث يغني عن ذات الكلمات في كتاب الله تبارك وتعالى لا مش ممكن طيب إحنا كده خدنا 23 الزمر 185 الأعراف 6 الجاسية صحيح؟ نعم صحيح حد عنده أي سؤال في دول؟ يا جماعة أي حد عنده سؤال يبعتلي لو سمحته أنا لتشات ما بفوت عليه فبعتولي على الخاصة وسمحته طيب ناخد بقى الآية 6 من سورة لقمان عشان أنت قلت كلمة عجبتني قوي دلوقتي العصر اللي احنا فيه هو طوق الآية اللي جاية دي توقعها في العصر اللي احنا فيه الآية 6 من سورة لقمان نعم طيب ألاقي أولئك على هدى من ربهم أولئك أه ومن الناس من يشتغ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله أوقف أوقف ما هو لهو الحديث؟ لهو الحديث الله حاصل الله حاصل إنك تقول فيه حديث خدسي فيه حديث لا ده لهو الحديث يا راجل لما تقول إن فيه حديث خدسي وأنت مقتنع بيه ربنا لم يذكره في القرآن واستدرك على نفسه يا راجل ده أنت أشركته البعيد يعني أشركته كفرت هو ده له الحديث الآن صحيح ليضل عن سبيل الله أيوة بإيه بغير علم ولا من غير علم بغير علم طب إيه الفرق بغير علم ومن غير علم أنا بشوف الإلباب في معظم القرآن بيكون المجرور مشارك في الحدث اللي موجود ده جانب على فكرة ده جانب اللحظات بتقوله ده جانب لكن الأهم يا موفق إن بغير علم غير من غير علم من غير علم يعني ما فيش علم نعم إنما بغير علم استوحاه من القرآن يعني بعلم تاني هو عنده علم بس علم يعني غير مأزون به من الله تبارك وتعالى ليس من علم مختلف أيوة ليس من كتاب الله ده الفرق بغير علم عن من غير علم من غير علم نفى العلم كلية بغير علم يرضاه الله نعم بعلم تاني خد بقى بلأ هتشرحها لك الكلمة اللي بعضها على طول ويتخذها هزوة اللي هي إيه بقى إيه يتخذها دي عيدة على إيه يخد بالك يخد بالك أو يا موف يشري الله الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة يتخذها عيدة على إيه بقى عملية شراء له لا 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 على آيات الله اللي في الآية 2 تلك آيات الكتاب الحكيم نعم هدى ورحمة للمحسنين الذين أولئك على هدى هنا بقى أرهلك بالكام ألف لام مين نعم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين من المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث اللي هو غير آيات الله حديث غير آيات الله لأن آيات الله حديث أو أحسن الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا الهاء عيدة على آيات الله تلك آيات الله صحيح خد بلك بقى نعم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين مين بقى اللي بيتخذها هزوا اللي بيشتري لهو الحديث اللي بيقدم لك حديث لرسول الله ويقول لك ده ينسخ آية نعم سمعتها ولا ما سمعتهاش سمعتها طبعا حديث لرسول الله حاشا مفترع على رسول الله مدعى كذبا على رسول الله ينسخ آية لله تبارك وتعالى هل ده عقل ده عقل أكيد أكيد لا فلهو الحديث آية تحذرك وتحذرني ها قول تاني انت بتتكلم عن لاوصية لوارك ايوة نعم لاوصية لوارس بعد أن ورسه الله تبارك وتعالى آيات الميراث كلها من بعد وصية يصى به أو دين حل الوصية للوارس أجازها الله تبارك وتعالى انت حر اذا حضر احد منكم الموت ها انت حر الوصية للوالدين والأقرابين بص خد بالك من كلامي قوي هل حذرها الله تبارك وتعالى لا لا أبدا طيب ييجي الرسول يقول لا وصية لوارس يعني الرسول بيعدل على ربنا والبعيد بملء فيه كده بيقولك لا بيقولك الحديث ينسخ آية ومن قال هذا حزاق الأئمة حزاق الأئمة أئمة ايه يعني حزاق الأئمة يلغو كلام ربنا يعني كلام الرسول يلغي كلام ربنا ده شرك واضح يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله ترجمة نانسي قنقر